ومن أنقرة ينضم إلينا مرسل CRT عربي أحمد سعيد أحمد أهلاً ومرحباً بك إذن المفتش العام في تركيا يعلن عن فتح تحقيق عن تقرير مفصل سيعد حول ما تعرض له طالب اللجوء من الجانب اليوناني قربنا أكثر من تفاصيل ما أعلن عنه المفتش العام التركي نعم السياق الذي أعلن عنه المفتش العام التركي اليوم يأتي بعد زيارته لأحد المراكز لطالبين اللجوء في أزمير ممن تم إيصالهم إلى هذا المركز بعد أن استحبتهم خفر السواحل التركي من المياه الدولية إلى داخل تركيا بعد أن تحاولت إغراقهم خفر السواحل اليونانية في البحر ما جرى اليوم هو أن هناك شهادات وثقها المفتش العام من خلال لقائه مع عدد من طالبين اللجوء ومن جنسيات مختلفة ما جرى اليوم هو ليس المرة الأولى التي تعلن فيها تركيا بأن هناك انتهاكات تمارس بحق المهاجرين باتجاه الأراضي اليونانية سواء كانت في البر أو البحر أيضاً في الحدود البرية هناك أيضاً عمليات اعتداء وضرب ودفع للاجئين باتجاه تركيا اليوم ما كشف عن المفتش العام بأن هناك صور توثق عمليات اعتداء على قوارب للمهاجرين كذلك محاولات إغراق شهادات اللاجئين الذين التقى بهم المفتش العام تتحدث بأنهم تعرضوا إلى الضرب وكذلك إلى عمليات سرقة للأموال وكذلك للمسوقات الذهبية ومن ثم دفعهم باتجاه المياه الإقليمية التركية كانت هناك أيضاً بعض القوارب تعرضت لمحاولة إغراق من خلال عمليات اطلاق نار أو محاولات المرور بسفن كبيرة بالقرب من هذه القوارب الصغيرة لطالبي اللجوء وأيضاً وثقتها الكاميرات التركية ونشرت على وسائل إعلام محلية بالتالي نحن نتحدث أيضاً عن ملف يفترض بأن المفتش العام يهيئ له لتقديمه إلى الرأي العام وكذلك إلى المجتمع الدولي باعتبار أن هناك أشبه بعملية صمت على ما يجري من ممارسات في البحر المتوسط خاصة أن اليونان تتحدث بشكل واضح بأنها لن تسمح لأحد بالوصول إلى مياه الإقليمية بل أن هناك الكثير من شهادات اللاجئين تحدثوا بأنهم استطاعوا الوصول إلى الأراضي اليونانية لكن تم طردهم ودفعهم باتجاه الأراضي التركية شكراً جزيلاً لك من أنقرة مرسل تيرتي عربي أحمد سعيد شكراً لك